اعتاد اللبنانيون التأقلم مع ارتفاع أسعار السلع تماشيا مع ارتفاع سعر صرف الدولار إلا أن المغاير في قطاع المحروقات أن جدول الأسعار يصدر مرتين يوميا نظرا لتقلب الأسعار العالمية للمحروقات وعدم استقرار أو تسبيت سعر صرف الدولار في لبنان فلم يمر على قرار وزارة الطاقة والمياه وأصحاب المحطات في هذا الشأن الشهرين لتظهر صغرة في جدول الأسعار ربما توارت عن أنصار الوزارات المعنية شهدنا ارتفاعات بمكوينته لجدول الأسعار بما خاص إجرة النقل عمولة أصحاب المحطات سعر صفيحة البنزين اللي عم يحتسب على تغيرات سعر الصرف بسوء المحلي أكيد رح نشهد ارتفاع ضخم أكيد نهار السلطة والمرجع الرسمي بقرر ارتفاع مكون من مكونات الجدول الأسعار لما تغير لليوم لهو الرسوم بعملية حسابية بسيطة عندما كان سعر صرف صفيحة البنزين 30 ألف ليرة كانت قيمة الرسوم 5060 ليرة أي تشكل 16% من سعر الصفيحة أما اليوم مع وصول سعر صفيحة البنزين إلى مليون و452 ألف ليرة ما زالت قيمة الرسوم 5060 ليرة أي تشكل 0.35% من سعر صفيحة البنزين المرجعيات والوزارة المختصة ما رح تظلم مستمرة بفرض الرسوم نفسها مثل ما كانت سابقة النهار اللي بيصير فيه إعادة نظر لإرادات الدولة ولتعزيز إراداتها رح نشهد ارتفاع بالرسوم إذا تم اعتماد النسبة اللي كانت قبل اللي هي 16% أكيد رح يصير فيه عننا ارتفاع على سعر صفيحة البنزين فوق 230 ألف ليرة ارتفاع صفيحة البنزين ما بين العشرين والثلاثين ألف ليرة يوميا بات قابل لأن يشهد ارتفاع صاروقي ولكن هل سيستطيع المواطن تحمل أعباء إضافية في ظل كل هذا الانهيار؟ ترجمة نانسي قنقر